ربنا بيظهر لك اللي انت قدر المناسب اللي تقدر تعرفه ويخفي عنك اللي انت مش مفوط تعرفه هو طبعا احنا في اسماء الله وصفاته نسأل الله ان يرزقنا معرفة الله لان يعني سبحان الله الانسان لا يمكن ان يستقيم ايمانه الا اذا امن ايمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يستقيم ايمانه ويكمل الا اذا علم هذه الاسماء وطبقها في حياته تطبيقا عمليا فسبحان الله يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيدينا النموذجي الظاهر والباطن دائما البواطن احنا يعني مطالبين في حياتنا في التعاملات الاجتماعية في الامور اللي هي ما فيهاش يعني اه او الانسان مش مطالب او مش محسب عليها ان يتعامل معها بالايه بالظاهر في البواطن بواطن الامور وفي اه اسرار الناس وخبايا الناس ليس مطلوبا من الانسان ان يفتش فيها ده اسم الله الايه الباطن هو الذي يعلم كل شيء الانسان الحريص بقى ان هو يفتش في الامور لذلك ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه اللطيف اسم الله اللطيف زي اسم الله الباطن قريبين من بعض قالوا اسم الله اللطيف الذي يعلم خبايا الامور واسرار النفوس فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذيت السدور الا يعلم من خلق وهو الايه اللطيف الخبير اللطيف الخبير ولذلك استأثر الله عز وجل لنفسه بالبواطن دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لا يشارك فيها احد ليه تخيل بقى حضرتك لو احنا عندنا حس سبتة نعلم بها بواطن الناس وحوار النفس يعني في بعض الافلام تناولة الموضوع ده ان هو حد بيقرأ افكار بيقرأ افكار الناس ويشوفهم هم بتكلموا عنه ازاي او بصله ازاي او شايفينه ازاي تخيلي بشاعة هذا الامر سبحان الله فهو اسم من اسماء الله له خصيصة الهية استأثر الله عز وجل بهذا لنفسه لم يطلع عليه احد علشان بس احنا نحترم نفسنا يعني احنا كلنا ضعاف وكلنا نفوس والانسان اذا يعني في بعض الامور زي ما حضرتك تفضلتي اذا جهلها كان مرتاحا اتمقنت نفسه خلاص اول ما يعرف تقع في قلبه النار والألم ومن رحمة ربنا بيحسبنا على السلوك على الفعل مش على انت احساسك ايه المهم هتترجم ده الايه في النهاية ولذلك احنا شوف ربنا سبحانه تعالى يقول لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء والله على كل شيء قدير الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قالوا يا رسول الله لقد كلفنا من شرائع الاسلام ما نطيق كلفنا بالجهاد فجاهدنا يقولوا ما نطيق الجهاد في سبيل الله كلفنا بالصدقة فتصدقنا وبالصلاة فصلين اما هذه الاية فلا نطيق خلاص داخل النفس البشرية امور صعبة جدا قال اتقولون كما قال ابن اسرائيل لمسى سمعنا وعصينا فقالوا سمعنا وايه واطعنا فنذل قال الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت